وتشهد المناطق المدمرة بين فترة وأخرى تسعيدا للمطالب بمعرفة مصير أبنائها من المفقودين والمغيبين الذين راحوا ضحية الهجم البشع للأرهابيين ومرافقها من شحن طائفي رافق احتلال تنظيم داعش لثلث مساحة العراق وحصول عمليات انتقام بطرق مختلفة وظفها عداء العراق لإشاعة أجواء الفتنة وتهديد السلم الأهلي بكل الوسائل وتطالب أسر المفقودين والمغيبين معرفة مصير أبنائهم أحياء كانوا أو أموات ودعوة القوى السياسية إلى كلمة سواء لاستيعاب معاناتهم المتواصلة منذ سبع سنوات مشددين على براءتهم المسبقة من جميع المتورطين بعمليات إرهابية يقابلها إنصاف الأبرياء وأسرهم بقرارات عادلة من القضاء العراقي ترجمة نانسي قنقر